بعد أن خطف اهتمام العالم على الرغم أن المخاطر شبه المعدومة التي قد يولدها بحسب ما أكدت وكالة ناسا سابقا دخل صاروخ الصين الشارد لونج مارش 5 اليوم الأحد الغلاف الجوي للأرض وعلنت الصين أن الصاروخ الفضائي تفكك فوق بحر العرب بعد دخول الغلاف الجوي بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي هتزالك بعد أن أشار مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني بوقت سابق في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع المتوقع لحطام الصاروخ الشارد حدد على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا كما أشارت إحداثيات المكتب المذكور إلى أن بقايا ستقع في موقع ما بالبحر المطاس فيما أوضحت مواقع أخرى لتتبع حركته إلى أنه سيسقط قبال التقاطع الساحلين المصري والليبي ترجمة نانسي قنقر